كانت فاجعة بالنسبة لأسرة كرة القدم وكان هناك حديث كثيرة على السوشيال ميديا في إنجلترا لأنه لعب قطعا لناديين كبيرين في الدورة الإنجليزية هما تشيلسي ونيوكاسل ولعب أيضا في الدورة البرتغالية لذلك كان هناك حالة كبيرة من الحزن زميله محمد القدوس وهو لاعب مخضرم في المنتخب الغاني أحرز بالأمس هدفا لنادي آيكسا مستردام الهولندي ضد نادي سبارتا روتردام في الدورة الهولندي من ركلة حرة وعلى الفور قام بخلع قميصه وأظهر قميصا مكتوبا عليه أتسو في إشارة إلى تعازيه لأسرة كريستيان أتسو من المعتاد في عالم كرة القدم إنه يتم منح كرة أصفر لأي لاعب يقوم بخلع القميص احتفالا بالهدف أو أي لاعب يقوم بخلع القميص لأي سبب كان لكن الحكم الهولندي رفض إعطاؤه كرة أصفر وأشار إلى أن هذا الأمر يتخطى كرة القدم تصرف إنساني رائع من هذا الحكم بسيط لكنه يحمل ملامح كبيرة بأنه تخطى قوانين كرة القدم وتغاضى عنها لأنه الموقف كمشرف من محمد القدوسي وهذا ما سنشاهده حتى في الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم لحظة وفاء من محمد القدوسي وهو يظهر هذا التشيرت المكتوب عليه أرقد أرقد في سلام يا كريستيان آتسون هو كتب على تشيرت هذا محمد القدوسي واحد من النجوم الخلوقين الذين ظهروا في بطولة كاس العالم التي لعبت في قطر وحتى ارتدت شيرت عليه المسجد الأقصى المبارك في إظهار لنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني والدتها أيضا محجبة وكانت حضرة معه في كاس العالم في قطر وهنا لعبي آيكس يعني يواسونه ويعزونه بعد إحرازه لهذا الهدف وأشرت لحضراتكم على موقف الحكم الهولندي الرائع من هذه المسألة اشتركوا في القناة